السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا الآن في أطراف الربع الخالي وتحديدا في مدينة شرورة برصد الكسوف الحلق اللي راح يحصل غدا الأحد في 29 شوال بإذن الله هذا الكسوف اللي يشابه تماما الكسوف اللي حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حيث حصل في نفس اليوم 29 شوال من السنة العاشرة للهجرة كان ذلك الكسوف كسوف حلقي يمر بجنوب الجزيرة العربية ويمر بشكل جزئي من جميع المناطق مثل تماما ما يحصل غدا بإذن الله بمرور الكسوف على اليمن وسلطنة عمان ويورا بشكل جزئي من جميع المناطق وأيضا نسبة الكسوف جدا متغاربة كان نسبة الكسوف في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 76% بينما غدا سوف يكون نسبة الكسوف 61% تقريبا في المدينة المنورة إذن توقيت حديث الكسوف مطابقة لما حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حيث يبدل الكسوف تقريبا الساعة السابعة صباحا وانتهي تقريبا الساعة العاشرة صباحا ذلك الكسوف هو الكسوف الوحيد اللي شهده النبي صلى الله عليه وسلم ولتزامن مع وفاة ابنه سيدنا إبراهيم وهو ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يوضح أن الكسوف الخسوف آيتان وخوف بها الله وعباده وليست مرتبطة بولادة أو موت أحد كما كان يعتقد من الجمون سابقا لذلك سكان مدينة منورة غدا سوف يشاهد مشهد مطابق جدا لما شهد النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف اللي حصل في عادة